وعود أممية خروقات حوثية واعتراضات من الشرعية فالفريق الحكومي اتهم الحوثي بعرقلة لقاء مرتقب للجنة يعادة الانتشار بالحديدة وبحسب رئيس الفريق صغير عزيز فإن اللقاء المرتقب في منتصف هذا الشهر قد لا يتحقق بسبب رفض الحوثي وصول الوفد الحكومي لمناطق سيطرته وعدم موافقته على عقد اللقاء بمناطق سيطرة الشرعية ويحاول الحوثي من هذه التعقيدات كما هي تصريحات رئيس الوفد الحكومي القفز على اتفاق الحديدة بهدف الذهاب نحو المشاورات السياسية قبل تنفيذ عملية الانسحاب وفق رؤية الحكومة فإن التعقيدات التي وضعها الحوثي أمام إنجاح عملية يعادة الانتشار تتم بمرأة لجنة التنسيق الدولية حيث تستخدم ميليشيا الحوثي مباني الأمم المتحدة كمنصة عسكرية لاستهداف القوات الحكومية ما أدى إلى استشهاد وقرح العديد من القنود بالإضافة إلى قصف مناطق سكنية ومخيمات لاجين اكتفى وفد الحكومة بإرسال مذكرة للبعثة الأممية اقترح فيها توفير وسائل مراقبة فعالة في مناطق التماس بين القوات الحكومية والميليشيا وطالب الوفد مايكل لوليسغارد بزيارة المناطق المتضررة من قصف ميليشيا الحوثي واتخاذ إجراءات حقيقية لإيقاف خروقاتها ما هو مؤكد أن الوضع في الحديدة يزداد تعقيدا خصوصا بعد أن أصبح تواجد الفرق الأممية مفيدا لميليشيا الحوثي وغطاءا لها ولم يعد هناك جديد بنظر مراقبين سوى تزايد اعتراضات الحكومة على خروقات الميليشيا الحوثية والمطالبة بوضع حد لأعمالها المعرقلة لاتفاق سوكهولم ترجمة نانسي قنقر